اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من رؤساء الدول والحكومات وممثل منظمات دولية واقليمية وقال رئيس الرواندي في كلمة خلال هذا الحفل ان تخليده هذه الذكرى لليمة يشكل مناسبة لاحياء ذكرى الضحايا ولكن ايضا للاعتزاز بما اصبحت عليه رواندا اليوم بفضل الخيارات التي تخذت لتحقيق المصالحة والنهوض بالامة وبهذه المناسبة اعرب الرئيس الرواندي عن امتنانه لعضاء الوفود التي قدمت للتعبير عن تضامنها مع رواندا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة في موضوع اخر يعقد مجلس النواب يوم الجمعة المقبل جلسة نعمومية تخصص الافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026 وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصلين الثاني وستين والخامس وستين من الدستور ومقتضيات المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي ستنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال في القدس تواصل وكالة بيت مال القدس الشريف وطقمها تنفيذ العملية الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلال الملك محمد النسادس رئيس لجنة القدس بقى التفاصيل مع هشام فرحان خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك تكثف وكالة بيت مال القدس الشريف جهودها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بالعمليات الإنسانية الكبرى التي أمر بها صاحب الجلال الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للفلسطينيين في القدس وغزة خلال الشهر الفضيل في العزرية ضواحي القدس قام فريق من الوكالة بزيارة الملجأ الخيري الأورتوكسي حيث تقاسم مع نزلاء الملجأ وموظفيه قيام التضامن التي تجسدها هذه العملية الإنسانية هذا الملجأ يرعى المرضى يرعى المسنين يرعى الذين لا يقدرون على الحركة ولا يقدرون على الذهاب إلى البيوت أيضا هذا الملجأ يضم أكثر من تسعين نزيل ونزيلة يضم أكثر من خمسين موظف وموظفة الوكالة أقامت داخل الملجأ إفطارا جماعيا وزعت خلاله مئة وأربعين حصة غذائية على المقيمين والعاملين مشكر جلالة محمد السادس على مائدة الإفطار التي أقام فيها مشكر كثير كثير كان أحد يجي علينا شاركنا شاركة الفرحة التي إحدى فيها الحياة لأنها كانت مكتبتين وخالصين يعني خفف شوية عننا العملية الإنسانية الكبرى تطلبت لإنجاحها منذ البداية تعبئة وسائل لوجستية كبيرة إلى جانب الاستعانة بفريق ميداني من الشباب وهو ما ساهم في خلق أزيد من مئة فرصة عمل الوكالة أملت أنه وفرت لنا فرص عمل من اسم الوكالة أنه إحنا نشتغل لأنه إحنا ظروف البلد الأديمة مع ظروف الحرب واللي صار والمشاكل اللي بالبلد الأديمة وضوحية للأوتس يعني هي أملت أكبر إنجاز وساعدت الشعب الفلسطيني للأوتس بحب أشكر لوكالة بيت المال على توفيرها لفرص العمل في شهر رمضان خصوصا للشباب المقدسية لأنه ما في فرص عمل كتير لأنها في البلد ومع اقتراب إطلالة عيد الفطر السعيد تعمل وكالة بيت مال القدس الشريف على التجول بين المحلات التجارية لتفقد جودة كسوة العيد التي سيستفيد منها حوالي مئتي طفل من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة في التفاتة سنوية تدخل الفرحة على النفوس الصغار وعائلاتهم وتكرس التوجه الاجتماعي الميداني الملموس في عمل الوكالة الذي يلامس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني نظمت مؤسسة ثقافات ثلاث للبحر الأبيض المتوسط في مقرها بيشبيليا إفطارا جماعيا تميزا بحضور أكثر من مئة شخصية مغربية وإسبانيا وذلك في لقاء أضحى موعدا رمزيا في إسبانيا لممثل الديانات اليهودية والمسيحية والمسلمة تقريد شيماء بك هو إفطار جماعي أشرفت على تنظيمه مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط في مقرها بيشبيليا لقاء أضحى موعدا رمزيا لممثلية الديانات اليهودية والمسيحية والمسلمة هذا الإفطار البهيج الذي يعكس تفرد وتمييز الثقافة المغربية الأندلوسية تميز بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المشارك لمؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط السيد أندري أزولاي الذي أكد بالمناسبة أن المغرب الذي يجسد خصوصيته هذا المساء بيشبيليا المعتد بالقيادة المستنيرة والرائدة لجلالة الملك محمد السادس يجسد أكثر من أي وقت مضى التزام أمة واضحة الرؤية وملتزمة ومعبئة لإرساء ثقافة السلام التي تتغدى من المطالبة بالعدلة والكرامة والحرية التي يجب أن تفرد على الجميع وللجميع بنفس الشرعية من جانبها سفيرة المغرب بإسبانيا السيدة كريمة بن يعيش أكدت أن هذا الإفطار يوفر مساحة لتفكير والتواصل مع تقاليد المغرب الروحية رغم اختلافات الممارسات والمعتقدات إنه لا يوم متميز ونحن نجتمع على مائدة إفطار فهو يوم يجسد الصداقة وهذا هو جوهر مؤسسة الثقافات الثلاث ونعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعايش أكثر هذا الإفطار الجماعي يبرز روح تضامن والتسامح والحوار والسلامة وهي قيم تميز الحضارة المغربية العريقة تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية مع تطاير محلي الغبار ما بين اليوم الاثنين والجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة وأوضح هذا المديرية في نشرة انذرية من مستوى يقظة برتقال أنه يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي الغبار من سبعين إلى تسعين كيلومتر في الساعة اليوم الاثنين إلى الساعة الحادية عشر ليلا بكل من السزاق وسديفني وتانتان وأقلميم والسمارة وأضف المصدر ذاته أنه سيتم تسجيل نفس الظاهرة من اليوم الاثنين إلى يوم غد ثلاثة على الساعة السادسة مساء بكل من صورة وششاوة وفيقيق والراشدية المديرية أضفت أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر ما بين 35 و39 درجة بكل من تطا وتارودانت وأقلميم وأسزاق والسمارة وذلك من يوم الثلاثة إلى يوم الجمعة المقبل على صعيد آخر أشرفت لجنة من الحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأذو احتياجات خاصة بمدينة سفرو باقي التفاصيل مع شيماء بك لجنة من الحجابة الملكية بصفرو أشرفت برئاسة محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة وذوي احتياجات خاصة وأتم تسليم هذه الهبات خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم سفرو محمد تويمي بن جلون ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقف والشؤون الإسلامية ومنتخبين وشخصية أخرى وتهدف هذه الالتفاتة المولوية إلى تقديم المساعدة للأسر المعوزة والأشخاص المرضى بالإقليم ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة وبهذه المناسبة رفعت أكوف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما ابتهل الحاضرون إلى البارع عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي المغفور لهم محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جناته احتضنا ضريح مولاي اسماعيل بمدينة مكناس بعد صلاة عصرهم سلحد حفلا دينيا بمناسبة ذكر السلاطين العلويين الأجداد المناعمين لصاحب الجلال الملك محمد السادس أمير المؤمنين بقى التفاصيل معي شام فرحان الحفل الديني المنظم بمكناس بمناسبة ذكر السلاطين العلويين المناعمين ترأسه محمد سعد الدين سميج مكلف بمهمة بالحجابة الملكية بحضور عامل عملة مكناس عبدالغني سبار ورئيس المجلس العلمي المحلي ومنتخبين وشخصية أخرى الحفل جار في جو من التقوى والخشوع وشهد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداحة نبوية كما تميز بتوزيع هبة ملكية لفائدة حفظة كتاب الله الحفل كان مناسبة رفع خلالها الحاضرون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويجعلهما في أعلى عليين انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأمداح النبوية الذي ينظمه مجلس جهة الدخل وأدي الذهب في إطار أنشطته الدينية وثقافية ورياضية لشهر رمضان المبارك تقريل سكينة مسوية فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأمداح النبوية تنطلق بالدخل تحت إشراف مجلس جهة الدخل وأدي الذهب وفي إطار أنشطته الدينية والثقافية والرياضية لشهر رمضان هي مناسبة جليلة ومناسبة عظيمة من أجل إبراز الخصوصيات الثقافية للجهة الأمسية الافتتاحية تميزت بتقديم بقة متنوعة من الوصلات الفنية الصوفية والمقطوعات والقصائد الإنشادية في مدحي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وشارك وازنة لأبرز النجوم في السماء المديح والسماء فرق محلية مثلا فرقة ونكرات وفرقة سقيلينة وفرقة فينينة وفرقة سويلم لأمداح بجد داخل وات ذهب وفرقة محمد الطويل طراب الإندلسي وفرقة أيضا سوس فرقة بقيادة سيلا بسريمان فرقة سوس طراب أيضا للمديح أيضا تنظيم هذا المهرجان يأتي في سياق الجهود الهدفة إلى الحفاظ على التراث المغربي الحساني في مجال فن السماع والأمداح النبوية وإلى إثراء المشهد الفني والروحي بجهة الداخل وات ذهب تسعون شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبارة قبالة الساحل الشمالي للمزنبيق هذا وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية للبلاد التفاصيل مع فدوى نافيل تسعون شخصا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال لقوا حتفهم بعد غرق مركب كان يستخدم كعبارة قبالة الساحل الشمالي للمزنبيق السلطات المحلية أعلنت في المقابل عن إنقاذ خمسة أشخاص فيما لا زال البحث مستمرا عن آخرين بسبب صعوبة عملية الإنقاذ المركب الذي تعرض للغرق كان يحمل على متنه حوالي 130 شخصا كانوا يحاولون الهروب من ننبولا وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد من وباء الكوليرا التسجل بها ثلث حالات الإصابة ووفقا للبيانات الحكومية فقد تسجلت المزنبيق الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا حوالي 15 ألف حالة إصابة بالمرض منذ أكتوبر الماضي تم تسجيل أزياد من أربعة ملايين إصابة بحمد داناك وأكثر من 1200 حالة وفاة بمنطقة أمريكا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري هذا وافدت تقارير إعلامية محلية بأن 92% من الأشخاص المصابين بهذه العدوة الناجمة عن لدغة بعودة الزعجة المصرية يعيشون في المنطقة الجنوبية من القارة وخاصة بالبرازيل والأرجنتين والبراجواي والأوروغواي وفي البرازيل لوحدها تجاوزت حصيلات الوفيات بمرض حمد داناك منذ مطلع العام الجاري عتبت الألف وفاة مع تسجيل أكثر من مليوني إصابة فاصل ستة بالفيروس روبرتاج ونشر مشاهدينا عن مسجد محمد السادس الذي افتتح مؤخرا بأبي جون والذي يعتبر معلم أحضارية مغربية في وسط هذه المدينة الكبرى نظرا لهندسته المعمارية الأصيلة المستمدة من التراث المغرب الأصيل في بناء المساجد لنتابع مسجد محمد السادس بأبي جون صارح ديني إسلامي مغربي في وسط هذه المدينة الكبرى داخل هذه المعلمة الحضارية المغربية تتجسد مهارة الفن المعماري والهندسة الأصيلة المستمدة من التراث المغربي في بناء المساجد تفننت أيض الصناع والحرفيين المغاربة في إنجاز معلمة دينية تعتبر هي الكبرى على مستوى جمهورية قدفوار أحمد الله على هذه النعمة وهذه المناسبة الطيبة التي جعلتنا في هذا الصرح الجميل أولا على مستوى الشكل هو قراز مغربي أصيل يعكس الجمالية التي تعرفها الحضارة والثقافة المغربية والتي تنعكس على هذا الصلح الجميل مسجد محمد السادس بأبي جون يضم على الخصوص قاعة للصلاة تسع لسبعة آلاف شخص وكذا قاعة ندوات ومكتبة أنا سعيد جدا بهذه المعلمة الدينية الكبرى أشكر صاحب الجلال على بناء هذا الصرح الديني الذي يتسع لآلاف المصلين من أبي جون ومناطق أخرى أنا سعيد للغاية بهذا المسجد الذي سيمكن مسلمي أبي جون من الصناة في أكبر مسجد بالملاد والاستفادة من أنشطته الدينية المتنوعة هو صرح ديني من شأنه إقامة الصلوات وتعليم القرآن الكريم والمساهم في نشر قيم السلام والتسامح والحوار التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف وفقا للنموذج المغربي في تدبير الشأن الديني لا تزال ساكنة جهة العيون الساقي الحمر ترتبط بشكل نوطيد بتقاليد وعادات طبخ الأصير التي توارثتها عبر الأجداد يبرز ذلك من خلال إعداد أطباق وعجبات تقليدية خلال شهر رمضان المبارك نتعرف على جانب من هذه العادات في تقرير هشام فرحان على الرغم من التغيرات التي طرأت على عادات الأكل خلال شهر رمضان لا يزال سكان بجدور خاصة منهم المتواجدون في البادية يحافظون على أصالة مائدة الإفطار مائدة تشتمل أساسا إلى جانب التمر واللحم المشوي والفطائر على ما يسمى بالحسى الحمر وقدح الحليب الذي يطلق عليه محليا الزريك مائدة الإفطار فيها تمر والحسى والحمد لله البل بلي العاد خالق والله البل غنم والله بالنسبة لهذه المسائل التي تقليدية التي لدينا دائما أوتوه نقطع الحمد لله نقوم ونصال المغرب نرجع مولي المائدة الإفطار نفطر الحمد لله على خاضر نسي الشاي الصحراوي يعد أيضا مكونا أساسيا في المائدة الرمضانية لسكان مجدور وهم يحرصون على أن يتم إعداده وفقا للتقاليد المتعرف عليها في جلسة تؤثتها الأواني الضرورية لذلك وخلال وجبة العشاء تقوم النساء بإعداد ما يسمى مارو بلحم وهو طبق يتكون من الأرز ولحم الإبل وقبل أن يبدأ يوم الصيام الجديد يحرص السكان على تناول وجبة الصحور المتمثلة في البلغمان وهو طبق يتكون من حبوب الزرع يتم تحميصها وطحلها وطهيها بعد ذلك في الماء الساخن المحلى بالسكر بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم بطلب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر